فشل مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس في الحصول على الأصوات اللازمة لإقراره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية صفعة كبيرة لواشنطن فمشروع القرار الذي يتعين حصوله على أكثرية الثلثين لاعتماده حتى يصبح نافذا فشل في الحصول على الأغلبية بعد أن أيدته 87 دولة وعارضته 57 دولة في حين امتنعت 33 دولة عن التصويت السلطة الفلسطينية اعتبرت أن نتائج التصويت رسالة للإدارة الأمريكية وللاحتلال بأن العالم يقف مع الحق الفلسطيني وقالت إنها لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني بيد أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامن نتنياهو أشاد بوقوف ما وصفه بالأغلبية الواسعة ضد حماس في تصويت بالأمم المتحدة يحدث للمرة الأولى ترجمة نانسي قنقر